أنا أعتقد أن الموقف العراقي مصيب وناجح وقرار الحكومة العراقية قرار أصاب قلب الهدف وحقيقة لا بد أن يحمي العراق حدوده أولا نحن حتى الآن أخي العزيز لم نعالج مشكلة النازحين بالكامل في العراق من عام 2014 منذ وجود داعش لدينا نازحين من سوريا وكما تعرف لدينا نازحين من لبنان إذا ما اشتدت هذه المعارك وفتحت هذه الحدود على العراق أن يستقبل أيضا عشرات آلاف النازحين هذا أولا ثانيا إذا ما حدثت معارك على الحدود بين فصائل مسلحة موالية لإيران وفصائل مسلحة مدعومة من تركيا معنى العراق أصبح طرف في حرب تركيا إيرانية وهذا لا يريده العراق المسألة الأخرى العراق يدرك أن شرق سوريا محمي من الولايات المتحدة الأمريكية وهي تشرف عليك مثل ما تقول الولايات المتحدة الأمريكية أنها تحمي العراق يضاف إلى كل ذلك نقطة مهمة العراق عضو فاعل في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب والذي بموجبه جاءت قوات أمريكية بريطانية فرنسية ألمانية إيطالية من كل دول العالم لمحاربة داعش في العراق ونحن نتذكر ذلك وليس ذلك ببعيد إذن الحكومة العراقية باحتبارها جزء من هذا عليها أن تحمي نفسها من الإرهاب باحتبار هي جزء من تحالف لمكافحة الإرهاب إذا ما ظهر الإرهاب ومجبر هذا التحالف الدولي ومجبر العراق للمشاركة في مكافحة الإرهاب وحماية حدودها أنا أعتقد أن الموقف العراقي صحيح والموقف العراقي بحماية حدودنا صحيح جدا اشتركوا في القناة